لو جي سألت ومن ليلة وهو هذا عدنان إبراهيم يكفر معاوية ويقول معاوية عاش على الدجل والتدجيل والغش والنفاق طيلة حياته والعياذ بالله معاوية خالوا المؤمنين أعظم ملوك الإسلام وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به وادخله الجنة طيب يجي قل لك ما ثبتت ما ثبتت هذي الفضائل والثبت شنو قل لك وقال وقال ابو يسحاق السبيعي وطيب السبيعي ده ثبت كيف السبيعي ذاته خليل قاله السبيعي ذاته ثبت كيف ما في سبيعي ممكن أنكره لك ذاته أنا منو قال لك لقيت السبيعي انت ما لقيته ما في سبيعي أثبت لي انو في ابو يسحاق السبيعي وأثبت لي انو في منو كده قال حرملة ولا منو واتكلم وقال في معاوية وقال أنكروا فضائي المعاوية ديل ذاتهم ثبتوا كيف ما كتب موجودة يجي قل لك وقال أبو محمد بن حزب أنت قابلت أبو محمد قابلته يا عدنان أنت قابلته ما قابلته لقيت وين كتاب محتمال كتبه جورجي وش مكتاب حتى كتاب جايد ورقة كيف ثبت هذا يجي قل لك القرآن وكلام الله محفوظ كيف ثبت عندك أن هذا هو كلام الله قل لك ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كيف ثبتت إنه دي آية كيف ثبتت عندك طيب قل لي يا أخي لا هذا ما كلام معجز وهذا كلام أعجز كون القرآن أعجز ومعجز هذه مما يثبت به القرآن لكن وحدها لا تكفي وحدها ما تكفي إن تعرفت كيف إنه ده كلام الله سبحانه وتعالى كيف عرفت إنه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى كيف عرفت إنه ترتيب الصور ده بهذه الطريقة أنت تعرفت كيف إذن يا أخوانا يبقى عندنا في المسألة دي النازل تراقضهم ظاهر جدا وواضح لو سألت الآن الشيعة قلت لهم الدوني فضل واحد من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنه أثبت لي بس فضل من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين تمام إخوانا خلكم معي ده كله بشتغل إن شاء الله شأنه زمن ما يأخذنا طيب قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين الطائفتين طائفة من ومن طائفة علي وطائفة طائفة معاوية وطائفة اللي كان عليها الحسن رضي الله عنهما طيب النبي صلى الله عليه وسلم شهد للطائفتين بأنهما من المؤمنين ويجب على شوية عدنان دراسة الكتب وبيقول قال فلان منه ما تعرف قال إن معاوية كان منافغا بالله وتاني منه وقال فلان سيبني من ده كله عن ما دي قال معاوية من المؤمنين في فضيلة من فضائل الحسن إنه أصلح بين طائفتين من المؤمنين عمان صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان ويجي داني يقول لي فلان قال فيه وقال فيه فلان وإنت ما تقدر تنكر الفضل ده بالذات لأنه ده فضل من فضائل واحد من آل البيت تقدر تنكره إن ابني هذا سيد الحديث تنكره تنكر إنه الحسن ابني علي سيد ما بقدر ننكر الحديث ده بالذات وفيه ها فضيلة لمعاوية بل شهود لمعاوية بالإيمان ومن معه تجي أنت تكفروا وصية القحطان لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان